فقال لي يا أستاذ الحياة الثقافية والفكرية والعلمية قال لي اهتم البطالمة بالعلم بما جعل الإسكندرية تحتل مركز الصدارة والتفوق على أسن كانت إسكندرية تمتلك مركز الصدارة في العلم كانت متفوقها على أسن قام البطالمة بإنشاء دار العلم جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية كان لإنشاءها أثر كبير جدا في جيز بالعلماء والدارسين من شدة أرضاء العالم في مختلف العلوم تخيل إن هم عملوا مكتبة اسمها مكتبة الأسكندرية حطوا فيها أقوى العلوم العلوم الهندية العلوم المصريية القديمة هو خاصة إننا عندهم العلوم المصensed القديمة والعلوم اليونانية على سبيل المثال قلنا شباب هم عملوا مزيج ما بين الحضرقين فكانوا بيحطوا الكتب الأصلية ثم مؤلفتهم هم كبطالمة ثم مؤلفتهم هم كبطالمة المصريين في الوقت اللي كانوا بيحكم كانوا بيحطوهم في مكتبة الإسكندرية فكانت مكتبة الإسكندرية دي هي أعظم مكتبة في التاريخ فكان أي حد درس للعلم ييجي من كل أنحاء العالم لمكتبة الإسكندرية اللي يعرف العلم المختلف في مكتبة الإسكندرية قال لي كمان يا أستاذ اشتار كان فيها عندها علم الفلك تقدم علم الفلك على يد العالم الرياضي أريستروخص وهو أول من قام بدرسات نسبية الأحجام الشمس والقمر والأرض عمل أحجام للشمس والقمر والأرض قال لي يا أستاذ أما في الرياضيات من أشهر علماء الرياضيات بدر العلم بالإسكندرية وضع كتاب الأصول في الهندسة الرياضية وضع كتاب الأصول في الهندسة الرياضية أرشيميدي الصاحب قانون الطف الرجل ده هتقال أنت لو رميت مصمار يغرق لو رميت كتعة خشب تطوف مع عيني مثلا وزن كتعة الخشب أكبر طبعا ما كل واحد فيك ويقول حاجة طبعية أنا لو عايش في عصر مصر القديمة وفي النيل رميت زلطة وسقطة ورميت حتة خشب وطفتها أقول آه بس ده قانون طف أنا عرفت أن الخشب بيط لا يا عاملوا ما عملش كده بس فإن ده حط قواعد مكسافة على كسافة المياه وحجم المياه فتقدر تعمل سفينة طول كام وزن كام عرض كام الكلام ده كل فمن هنا قدر بقوانينه أن يخلي الحضرات دي تعمل السفن العملاقة يا شباب للتجارة تقدر تعمل إيه السفن العملاقة للتجارة وما تغرأش فاعمين مش وخلاص يعني فقال لي يا أستاذ أما في الطب برع علماء الإسكندرية برع علماء الإسكندرية في التشريح والجراح ومن عشر العلماء في هذا المجال هيروفيلوس الذي اكتشفت دورة الدموية واستخدم أداء لقياس سرعة النظر طبعاً إحنا عارفين إحنا عارفين كل المصريين واكتشافات المصريين ولكن أستاذ المشكلة إن اللي حصل عندنا حصل عندنا كارثة تاريخية إيه الكارثة التاريخية؟ اللي هو بحرق مدينة الإسكندرية اللي هو بيها شباب بحرق مدينة الإسكندرية حركة مدينة الإسكندرية سنة كاملة سنة 48 قبل الميلاد يعني على أساساً في نهاية عصر البطالم صح؟ في نهاية عصر البطالم فيادوب اللي كتب الرومان اللي كتب بالزبط صح يا جنة فاللي كتب ما بعد 48 قبل الميلاد يا صدر يادوب كتب على العلماء اللي عصرهم أو اللي كانوا قريبين جداً من عصر فطبعاً أكيد مش هيسكر الفراعنة والفراعنة كانوا قدامي شوية وكانوا كلهم محطوطين في مكتبة الإسكندرية كتبهم وأعمالهم أو بردياتهم وأعمالهم فطبعاً لما تم حرق مكتبة الإسكندرية هي كتأزمة تاريخية للبشرية وفي نفس الوقت اقتني أزمة قلتلكم وحرق مكتبة بغدادية لا الحرقها حرقها احنا قلنا دايماً في الحضارات يا شباب بتبقى في حضارة حضارة علم وثقافة زي اليونانيين كده وبتبقى في لحد ما في حضارة هماجية ما بيحبوش العلم والثقافة إلا البلدهم فقط ودي كانت الحضارة الرومانية يعني آه أنا مثلاً كان عندهم تعصب للحضارات يعني آه بحب الحضارة ولكن المنسوبة لإيطاليا أو لروما أما بقى الحضارة المنسوبة لأي حد في العالم لا ما بحب بالنسبة لي ما باعترفش بيها أما اليونان لا كانوا بيعترفوا بالحضارة وبالعلم والثقافة بغض النظر عن الحضارة قال لي في الطب زي ما قلنا برع علماء الإسكندرية في التشريح والجراحة من أشهر العلماء كان ممكن وهايسرقوا أو كان ممكن مش يسرقوا الكتب الكتب عمتاً يعني أنا ما بتتسرقش إنما الكتب أنت ممكن بتاخدها تبنى عليها علوم يعني تقدر تشوف هما وصلوا لفين واتكمل عليها في العلم زي كما كانوا بيعملوا في كل الحضارة يعني أشوف مثلاً اليونانيين لو وصلوا لفين في الطب ثم أنا أكمل على اللي وصلوله تمام من هنا اسمها تواصل الحضارات وتكامل الحضارات أما حرق ما أبدأوه طب ما هيجي عليك أنت بالضرر طب ما أنت هتقعد أنت مئة سنة تعمل أبحاث صح يا شباب وفي الآخر ممكن تكتشف حاجة أصلاً كانت مكتشفة وكانت مكتشفة في مصر القديم كنت أتوفر على نفسك وقت وجهدي كبير جداً تمام ما إحنا عندنا مشكلتين إحنا عندنا قلنا أزمتين في التاريخ الإنساني الأزمة الأولى هي حرق مكتبة الأسكندرية الأزمة التانية في التاريخ الإنساني هي حرق مكتبة بغداد ودي الأعظم والألعب ليه أستاذ لأن مكتبة بغداد في العصر ده أيضاً كانت تضم كل الكتب الحضرية في العالم لأنه وقتهم الدولة الإسلامية أو الدولة العباسية كانت أعظم حضرة في العالم فكانت تضم كل الكتب الحضرية في العالم فتم حرقها من قبل المغول فالتاريخ الإنساني مش بالأزمتين والمشكلتين دول تمام يعني علشان كده عندنا كتب مفقودة كتير لعلماء مسلمين كانوا تكلموا بحاجات كتير بسبب حرق مدية حرق مكتبة بغداد لأن بغداد وقتها كانت هي عاصمة الدولة العباسية فقال لي يا أستاذ لا ما كانش لسه التاريخ بتاعهم وصل يا قلنا ساعد وجود حضقة حيوان اللي أقامها بطليموس الثاني على تطور علم الحيوان ساعد وجود حضقة الحيوان التي أقامها بطليموس الثاني على تطور علم الحيوان في إيه يا أستاذ قال إنه كان بيعمل التجارب على الحيوانات كان بيعمل التجارب على الحيوانات يعني بيعمل التجارب الطبية على الحيوانات فقدل تطور علم الحيوان وطبعا الطب قال لي أما في الجغرافيا شهدت الجغرافيا اهتمام كبير من جامعة الإسكندرية بفضل تجيع البطالين حيث توصل علماءها الكسر من الحقائق والمبادئ العلمية الجغرافية منها مزارية دوران الأرض حول الشمس وقياس محيط الكرة الأرضية مزارية دوران الأرض حول الشمس وقياس محيط الكرة الأرضية وكانوا بيعتقدوا وكانوا بيعتقدوا أن الأرض مسطحة كانوا بيعتقدوا أن الأرض يا شباب مسطحة تمام قال لي هو مش هتوقع على فكرة يعني ده وانا من اعتقادي بكتو من الارض مسطحة سيهو قال للتاريخ يا أستاذ تمكن المؤرخ المصري من كتابة تاريخ مصر القديمة باللغة اليونانية قسم تاريخ مصر الفرعونية الثلاثين قصر وهو التقسيم المتبع في عصرنا الحالي زي ما احنا عارفين كان عندنا مؤرخ مصر اسمه مانيتون ده قسم الفرعونية الثلاثين قصر قال لي اما في الادب شهد الادب اصدار كبير وقد اطلق على الادب اليوناني في عصر البطلمة الادب السكندري من اشهر الانجازات الادبية نشر ملاحم هوميروس وتاريخ هيريدون طبعا كان في علماء مصريين كتير جدا في نفس الوقت لان مصر لا تخلو في اي عصر في اي زمن في اي حقبة من العلماء يعني الدولة الفرعونية علماء في عصر البطلمة علماء في عصر الروماني علماء ده حتى يعني حتى في الادبية على فكرة حتى في العصر المسيحة كان علماء مصر أقضى رهبان مصر مصر اللي صلعت الرهبانة في المسيحية فملم في العصر الاسلامي علماء مصر كانوا أقوية جدا المصر النشرة البدين الاسلامي في العالم لحد الآن على فكرة أقصد فدايما مصر في كل العصور وفي كل الأزمنة عندها علماء إلا عصر واحد هو عصر الحكم العصماء فقط اللي مكانش ضوانين لما خانيت لعندنا عالم. تمام? وبكده المفترض ان انتهى الدرس بتاعنا شو. تمام? اعفل الريكارد يا يوسف.